اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحيفة بوليتيكل اميركية كشفت عن حديث نيابي اميركي بتفويض 2001 الذي يمكنه التعامل مع التهديدات القائمة حاليا في بلاد الرافدين نواب اخرون اكدوا ان تفويض 2002 لا يساعد على التعامل مع تهديدات ميليشيات مدعومة من ايران وداعش والقاعدة العملية بتفاصيلها تعزز قونة التعامل مع الاستفزاز الايراني في العراق لكنه يفسر بعضا من التخوف ان لا يكبح جماح ايران في المنطقة سيما في العراق بعد تكرار مسلسل الهجمات الصاروخية في البلاد كشفت مؤخرا عن موقع سرية قاعدين سرية للصواريخ الباليستية موجودة في غرب ايران وقريبة جدا من الحدود العراقية الايرانية وقالوا بان هذه القواعد للصواريخ الباليستية هي التي تشكل الخطر على اغلب الدول الموجودة في الشرق الاوسط واذا دخلنا في تفاصيل هذه القواعد وردنا نعرف تفاصيلها هي عبارة عن قاعدين طبعا موجودة في محافظة كرمن شاه مثل ما قلنا في غرب ايران وهذه القواعد موجودة في شمال شرق كرمن شاه وهذه طبعا واحدة من القواعد الموجودة وهذه واحدة من القواعد وهذه ايضا واحدة من القواعد هذه هي كينش كانيون سايت اللي هو القاعدة الصاروخية كينش كانيون وكذلك القاعدة الصاروخية بانجي بيلي وهذه القاعدتين الصاروخية بحسب ذسان البريطانية هي اللي تم استخدامها وأطلقت من عدها الصواريخ تجاه قاعدة عين الأسد اللي صارت من أجل الانتقام لقاسم سليماني لذلك طبيعة الصواريخ اللي موجودة في هذه القواعد السرية هي كالآتي ذو الفقار يصل المدى ماته إلى 700 كيلومتر شهاب 2 يصل إلى 500 كيلومتر وشهاب 3 يصل إلى 900 كيلومتر وحتى نعرف هذه التفاصيل ونتأكد من هذا الموضوع ونأخذ فكرة أنه هل هذه القواعد هي فعلا يوصل للمدى مات الصواريخ مالتها إلى قاعدة عين الأسد أو لا وإذا ألقين نظرة على هذه الخارطة لحن لاحظ أن هذا الموضوع ممكن وممكن جدا هذه هي طبعا النقطة اللي موجودة في شمال شرق كرمن شهلي القواعد الصاروخية السرية الباليستية وهذه هي البغدادي اللي موجودة بها قاعدة عين الأسد والمسافة بينها 420 كيلومتر أو أكثر بقليل لذلك مع المديات اللي عرضناها فأن هذه الصواريخ مو بس توصل إلى قاعدة عين الأسد وإنما تتعدى قاعدة عين الأسد بعشرات الكيلومترات بالصواريخ اللي موجودة عيدهم وإحنا لازم نفهم شغلة أيضا بأن تكنولوجية وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الآن أقصى صاروخ عيدهم يصل إلى تقريبا 2000 كيلومتر وفي حلول وفي غضون ممكن 2024 بحسب خبراء قالوا بأن إيران رح توصل الصواريخ الباليستية مالتها إلى إمكانية أن توصل إلى 3700 كيلومتر وقضية مهمة جدا أنه بعد هذه القواعد السرية عن إسرائيل يصل إلى 1162 كيلومتر تقريبا فشنو هي قيمتها وشنو معناها أمام 2000 كيلومتر و 3700 كيلومتر لذلك يتشكل خطر مو فقط على إسرائيل وإنما دول الشرق الأوسط بالكامل هم مسيطرين عليها من خلال هذه القواعد السرية المهمة بالنسبة لهم إذا دخلنا في تفاصيل هذه القواعد الآن من نسبة لقاعدة الصاروخية بانجي بيلي هذه كلها طبعا القاعدتين هي كلها أندرغراوند هي مظاهرة هي كلها تحت الأرض وكل الصواريخ مخزنة تحت الأرض وكذلك هذه الجبال التي تشوفوها هذا الجبل اللي هو فاصل بين القاعدتين هو عبارة عن مكان مخزنة بيئة الصواريخ وبعملية انتقال وأنفاق من هذه القاعدة بانجي بيلي إلى هذه القاعدة الأخرى العفوا الإيرانية فأكو عملية انتقال بين القاعدتين من الداخل وهناك عملية منفذ من هذه القاعدة إذا ألقينا نظرة على هذه المنافذ عبارة عن منفذين تقدر إنت تروح إلى القاعدة اللي هي بانجي والقاعدة الأخرى اللي ذكرناها لكم ممكن أن تدخلها منها وهذه كلها عبارة عن مناطق تتخزن بها الصواريخ الباليستية كذلك إذا أجينا إلى هذه القاعدة الكبيرة هذه كلها تمثل القاعدة المهمة جدا اللي هي كينش كانيان سايت وبالتالي هذه القاعدة حتى نعرف أمر مهم إنه قضية الصواريخ ليست موجودة فقط في تحت الأرض وإنما موجودة في هذه الجبال التي تشوفها كلها هذه عبارة عن منطقة تتخزن بها الصواريخ الباليستية وفيها أيضا بوابة رئيسية لهذه القاعدة موجودة هنا مو كل واحد يقدر يدخلها المدنيين أو غيرها ومحروسة حراسة كبيرة جدا هذا هو المدخل الرئيسي لهذه القاعدة اللي هي كينش كانيان سايت وهذه هي طبعا البوابة الرئيسية مثل ما نشوفها بالصورة موضحة تماما عليها التشيك عالي جدا وفقط المخولين للقاعدة هما اللي يدخلوها وهذه النقطة هي الانترنس والمدخل للكينش كانيان سايت يدخلون من هذه النقطة ويكونون تحت الجبال ويدخلون بأنفاق بعمليات تخزين الصواريخ وغيرها اللي ذكرناها لكم وهذه طبعا حتى نوضح لكم هذه هي المداخل اللي أنا رويتكم إياها الآن فلذلك كل شيء تحت الجبال وكل شيء سري وهذه القاعدة تعتبر فتخطر كبير جدا بالنسبة للمنطقة بالنسبة لأمريكا بالنسبة للإسرائيلين بالنسبة للدول الأوروبية نقطة مهمة هذه ذكرنا أيضا بقصة متعلقة بين العراق ليس فقط في قضية قاعدة عين الأسد هذه حادثة صارت مرة وراحت ممكن تصير في المستقبل لا سامح الله لا نعلم لكن قضية تهريب الصواريخ من إيران إلى العراق وتحديدا إلى محافظة ديالة هذه القضية همينا دققناها ولاحظنا الآتي من خلال هذه الحلقة بأن القواعد هذه السرية هي تبعد فقط عن الحدود العراقية الإيرانية عبارة عن 152 كيلومتر تقريبا وهي تدخل مباشرة إلى المدن الموجودة في محافظة ديالة وهذه تعتبر فالإنذار كبير جدا للعراقيين وقد تكشف بأن هذه القاعدة إلها دور كبير جدا في عملية نقل هذه الصواريخ اللي دائما نسمع بيها من ضمنها قد تكون الصواريخ اللي هاجمت قاعدة عين الأسد مؤخرا اللي يوصل مداها إلى 40 كيلومتر لا نعلم ولكن هذه المخازن وغيرها بها تقارير كثيرة يعني وحدة من التقارير المهمة للنشرة من الـ 2019 الواشنطن انستيتيوت هي التي ذكرت هذه الأمور ونقل الصواريخ وحتى المخازن المهيئة إذا كانت في ديالة أو في مناطق أخرى لتخزين هذه الصواريخ لميليشيات إيران فالواشنطن انستيتيوت من 2019 إذا راجعناها شوف شن اللي قالته يتزايد القلق داخل دوائر المخابرات العراقية والأمريكية من إن إيران تزود سرا صواريخا مدفعية بعيدة المدالي ميليشيات تعمل بالوكالة داخل العراق وأضافت أيضا طور وكالاء إيران في العراق قواعدا آمنة للصواريخ في ديالة وجرف الصخر وغيرها فهذه طبعا تظل في التحديات كبيرة جدا بالنسبة للعراق بالنسبة لدول العالم وبالنسبة للاتفاقية النووية بشكل عام